استعرضت المملكة العربية السعودية تقريرها الوطني أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وأكدت المملكة على سعيها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لرؤيتها عشرين ثلاثين التي جاءت متسقة تماماً مع المعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان أؤكد عزم المملكة العربية السعودية على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار رؤيتها عشرين ثلاثين ويؤكد ذلك ما تحقق من إصلاحات وتطورات خلال مدة وجيزة مقارنة بما تحقق خلال عقود من الزمن منطلقة في ذلك من مبادئها وقيمها الراسخة وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان في كل مكان على كل اعتبار وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلت تويجري عزم المملكة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وأن ما حققته المملكة من إصلاحات وتطورات يتجاوز المئة إصلاح على جميع المستويات خاصة حقوق الإنسان وقضاياها أشادت الكثير من الدول في مجلس حقوق الإنسان بالكثير من الإصلاحات التي رأتها على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة على كافة المستويات وحماية حقوق الطفل وحماية حقوق ذوي الإعاقة والحق في الصحة والحق في التعليم والتنمية المستدامة والربط أهداف التنمية المستدامة مع توصيات التقرير الدوري الـ UPR من جانبها أشادت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتقدم المحرس في المملكة وجهودها في الإصلاحات التي شملت الكثير من المجالات الحيوية ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل هو آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان يتم من خلالها مراجعة التزامات الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة إشادات من الضول الأعضاء في الأمم المتحدة بجهود المملكة العربية السعودية في قضايا حقوق الإنسان طه يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جونيف